المملكة العربية السعودية والأراضي المقدسة بدرجة الحرارة فيها عالية فده ممكن يفسد عمل الإنسولين فأول حاجة تحرص علي أن تشيري آيس بوكس صغير وتحط فيه الألم بتاع الإنسولين ولما يبقى في قوتيل أو حاجة يحطها بقى في تلاجة حتى لو في القوتيل هيحطه برضو في الآيس بوكس جوة للتلاجة مش الفريزر طيب جرعة الإنسولين اللي أنت بتاخدها هي هي نفسها لكن خد بالك لما تاخد جرعة الإنسولين لازم تاكل ما فيش حاجة يسمع أخد جرعة الإنسولين ولا أنزل أعمل طواف أو أعمل سعي أو أعمل أي مناسك لأن ده خطر كبير لأن بعد عشرة أو خمسة شهر دقيقة السكر هينخفض خاصة لو خدت الإنسولين وانزلت عملت مجهود بدني فهو الإنسولين بعدها أكل أراضي بعدها عشر دقيقة أو ربع ساعة هنأكل الوجبة المخصصة لنا وهنأخد جرعات الإنسولين زي ما هي متحددة لنا هنا بالنسبة للأقراص ما فيش أي مشاكل فيها هنأخد الأقراص بتاعتنا زي ما بناخدها هنا حبائبنا بقى مرضى السكر يخلوا بالهم من العدوى لأن مريض السكر مريض منعته ضعيفة بالصفة عامة فسهل أول أنه يلقوا عدوى تنفس إيه؟ يعني أكتر عدوات بتجيلنا من الحجاج اللي راجعين بتبقى عدوى التنفس ما تنسوش أن الحج ده أكبر مؤتمر عالمي طبعاً يعني ده فيه بشر من كل أنحاء العالم نعم فكل بني آدم على وجه الأرض وكل منطقة لها بكتيريا خاصة بيها وليها مواصفاتها الوبائية وهو الأخب فأرجوكم احرص على أن أنت تلبس الكمامة أو المصر ترجمة نانسي قنقر